احتمال يكون لسه فيه لها تأثير لكن بالنسبة للقاحات نصيحتي الآدي لان طبعا هيبقى فيه موجة من السؤال الدائم هل احنا ناخد لقاحات ولا لا وعلى اي مستوى اللقاحات حاليا موجودة عندنا متوفرة وفيه نوع منها انواع بتنتج محليا لكن من الذي يحتاج اللقاحات في هذه الفترة هي فئات معينة اللي هي الفئات التالتة اللي قلت عليها اللي هي اكثر عرضة للمشاكل او المقاطر واللي انا بقول عليها دايما المرضى الامراض المزمنة خصوصا الجهاز التنفسي او القلب او الاورام او مرضى المناعة القليلة او اي حالات بتحتاج يعني فيه مرض مزمن او مرض معاصر للصابة بهذه التعبات التنفسية هم دول اللي محتاجين حاليا ياخدوا تطعيم عندما تقرر وزارة الصحة هذا او يلجأوا لمراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة لكن السؤال هل احنا محتاجين لموجة اخرى من التطعيمات زي اللي حصلت قبل كده ايام الكورونا لا حاليا ما فيش اي سبب يستدعي ان يحصل نوع من التطعيم القومي او تطعيم كل السكان ضد هذا الفيروس اشتركوا في القناة